قالت رئيسة وزراء أغاندا روبينة نبانجا إنه بسبب تغير المناخ فإن بلادها قد بدأت تعاني من الفيضانات والجفاف لفترات طويلة وأكدت نبانجا في تصريحات للقاهرة الإخبارية إن هذا التغير دفع أغاندا إلى تغيير أساليبها في التعامل مع البيئة أهلا بكم مشاهدين على شاشة القاهرة الإخبارية في هذا اللقاء على هامش فعليات مؤتمر المناخ كوب 28 يسعدني الآن أن يكون معي رئيسة وزراء أغاندا روبينة نبانجا مساء الخير كيف حالك مساء الخير بداية أود أن أعرف منك كيف أثر تغير المناخ على بيئة أغاندا وما هي القضايا الرئيسية التي تواجهها الآن أولا وقبل كل شيء أريد أن أشكركم أغاندا تقع بجوار خط الاستواء ولذا فنحن محظوظون بطبيعتنا بلد يهطل عليه المطر مرتين كل عام بلد تربة خصبة للغاية لدينا مسطحات مائية كبيرة المستنقعات والبحيرات والقبال طبيعة مذهلة لذلك نحن فعلا محظوظون بطبيعتنا ولكن بسبب تغير المناخ بدأنا نعاني من الفيضانات في بلادنا بدأنا نعاني من الجفاف فترات جفاف طويلة لقد دمر تغير المناخ طرقنا وتم إنشاء بعضها بأموال مقتردة ولذلك نجد الأمر صعبا فقد قطعت بعض الدول الإمدادات كان هذا هو سؤالي التالي لك فيما يتعلق بالتمويل فقد وعدت البلدان المتقدمة قبل عدة سنوات بأنها ستساعد البلدان النامية لأن أفريقيا تتأثر بالصنع كيف ترين التمويلات حتى الآن؟ بالطبع كما تعلمين كما أخبرتك من قبل قمنا ببناء بعض هذه الطرق باستخدام أموال مقتردة ونحن الآن هنا لإبلاغ البنوك مثل البنك الدولي وبنوك الدول المتقدمة الأخرى بأن الأمر سيكون صعبا بالنسبة لنا مع مرور الوقت لأنه عندما تقطع الدول الاتصالات يصبح نقل المنتجات من بلد إلى آخر أمرا صعبا للغاية هل ترين أن قمة المناخ الثامنة والعشرين حتى الآن ستساعد بلدك؟ وحتى قمة المناخ السابعة والعشرين والسادسة والعشرين وجميع ما سبق من قمم تغير المناخ كيف ساعدت البلدان المتضررة؟ هل ساعدت هذه القمة دولنا والمجتمع الأفريقي؟ لأكون صادقة معك بلداننا تحصل على عشرة بالماء فقط من الأموال التي تذكر هنا لذلك نقترح أنه إذا كان من الممكن الاستفادة من سبعين بالماء على الأقل من هذه الأموال بشروط أقل نتمنى أيضا أن لا تكون هذه مصيضة حيث يقولون أنكم تقترضون تلك الأموال من أجل البيئة ومن أجل تغير المناخ فهذا يضيف بعض العبء على البلدان النامية أغندا على سبيل المثال تساهم بنسبة 0.01 فقط بالماء من انبعاثات الغاز نعم بالطبع نحن نعرف بالطبع جميع البلدان الأفريقية لا تساهم بقدر كبير من الانبعاثات نعم ومع ذلك عندما تتغير حالة التقس المناخية فإننا نعاني دائما هل يمكن إعطاء الأولوية للدول الأفريقية؟ نعم يجب أن تعطى الأولوية للدول الأفريقية أتفق معك داخل بلدك كرئيس للوزراء هل تضعون أي خطط لمواجهة التغير المناخي؟ نعم بالتأكيد نحن بسبب الضغط السكاني في بلادنا قررنا نقل السكان من الأماكن القطرة إلى أماكن أكثر أمانا نحن نحاول أيضا الحفاظ على بيئتنا وحمايتها كما أننا نضع الأموال جانبا لاستبدال تلك الطرق التي جرفتها المياه نعم نحن نفعل شيئا لقد توصلنا إلى سياسات ونحن على يقين من أننا جميعا سنواجه هذه التغيرات المناخية ونعود إلى كوكبنا الطبيعية السعيد شكرا جزيلا شكرا لكم مشاهدين على حسن المتابع وكان هذا اللقاء خاص مع رئيسة وزراء أغندا